ارجعنا لكم في البريماتينة لسباح النور لكل استداء المستمعين وإنما كنتوا تسمعوا فينا على 136 تونس 104 في سفاقس وإلى تابعونا أيضا على قناة يوتيوب إكسبريسا فيم مرحبا بيكم فقرة ليزي من مو أفنيغ نحكي وعلى أهم الأحداث المنتظرة على الصعيد الوطني اليوم 15 شؤوت 2023 والبداية بوزارة التربية في بلاغة مشترك لكل من وزارة التربية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبر السن ووزارة الشؤون الدينية يعلموا فيه أن عملية التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2023-2024 الأطفال الأقسام التحضيرية من مواليد سنة 2018 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتتيب المتحصلة على تراخيص قانونية تنطلق اليوم 15 شؤوت 2023 بداية من منتصف النهار وتتواصل إلى يوم 5 سبتمبر 2023 بدخول الغاية وتتم عملية التسجيل عبر رابط تلقاوه في الصفحات الرسمية لكل من الوزارات التي كنت ذكرتها نحكي وعلى قصص نجاح البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات وزارة المرأة وزيرة المرأة أميل بالحاج موسى تشرف على موكب لعرض قصص نجاح البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات اليوم 15 شؤوت 2023 بمدينة الثقافة بالعصمة بداية من الساعة العاشرة صباحا بالمناسبة هذه بشي تم استعراض نتائج برنامج رائدات وأفاق المستقبلية وتقديم مشاهدات لنساء متحصلات على التمويل في إطار برنامج رائدات وتمكننا من أطلاق مشاريعهم الخاصة بعدد من ولاية الجمهورية في اختصاصات مجددة وواعدة الموكب بشيشهد أيضا مشاركة عددهم من باعثات المشاريع النسائية والمختصين في مجال إحداث وقيادة المؤسسات وممثل الصلاة والهيكل والمؤسسات العمومية وقوى المجتمع المدني المعنية بريادة الأعمال النسائية نمشي لوزارة الاقتصاد والتخطيط في بلاغ لها تقول فيه أن تكريسا لتمشي التشارك في بلوارة السياسات والبرامج التنموية لسيما المتعلق منها بدافع الاستثمار الخاص والشاركة بين القطاعين والتشجيع على المبادرة وريادة الأعمال تنظم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع كافة الولايات وبمشاركة مختلف الأطراف المعنية من هيك العمومية منظمات وطنية مجتمع مدني وعلى امتداد أسبوعين سلسلة ملتقايات إقليمية لدفع الاستثمار بالجهات تنطلق اليوم 13.15.2023 الملتقى الإقليمي اللي أول بش يشمل ولاية سوسة يشمل ولايات الوسطة الشرقي وينعقد في مدينة سوسة الملتقى الثاني تستضيف مدينة توزر ويشمل ولايات الجنوب الملتقى الإقليمي الثالث الخاص بولايات الوسطة الغربي يكون في مدينة القسرين في حين سيتم تنظيم الملتقى الرابع الخاص بولايات الشمال الغربي في مدينة تبرقة بولاية جندوبة تختتم سلسلة الملتقايات في ولاية نابل وينبش يشمل الملتقى هذية ولايات الشمال الشرقي ووزير الاقتصاد والتخطيط سيد سامير سعيد يشرف على فعاليات الملتقيات الإقليمية هذه بمعية ولاة الجهات وستشهد تنظيم ورشات عمل حول جملة من المواضيع الهامة من ذلك تثمين الميزات التفاضلية والتنافسية لكل جهة في إطار منظومات اقتصادية وسبل دفع الاستثمار فيها وورشة حول البنية التحتية الصناعية واللوجستية وبرامج التهيئة الترابية في ولايات الأقاليم إلى جانب ورشة حول آليات وبرامج التمكين الاقتصادي للفئات الهشة وورشة حول آليات التمويل والحوافز والإحاطاء في نفس الإطار نواصل الورشات هذه والمزمع تنظيمها على هامش الملتقيات تهدف إلى تعميق الحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين حول سبل الرفع من نسق الاستثمار الخاص في مختلف الجهات واستغلال الإمكانيات والموارد المتاحة فيها لدفع النشاط الاقتصادي عبر التوظيف الأمثل لمميزات كل جهة فضلا عن تقديم مقترحات عملية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدور الاقتصادية حتى يساهم بفاعلية أكبر في خلق الثروة والنمو وتطوير فرص التشغيل ومعظدة جهود الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة كانت هذه أهم الأحداث المنتظرة على الصعيد الوطني بتاريخ اليوم 13-15-2023 مواصلين معكم في البريماتينال رجعين بعد شوية نحكيه على أهم الضيوف اللي بيش يكونوا حظرين اليوم في برنامج إكس بريسو